المباراة اللي انت لعبتها وصنعت اسم علاء ما يهوب وعلمت مع الناس وقالوا خلاص بقى علاء ما يهوب ده علامة من علامات الكرة في النادي الأهلي هو فيه مباراة الأهلي والمصري الأشهر بس دي كانت 84 أنا بالنسبة للمباراة أو أنا بالنسبة للمباراة اللي عرفتني بالناس أو أنا بالنسبة لي بقيت معروف قوي أول مبارا في أفريقيا. لشغال الصومالي. لشغال الصومالي. ده أدل. ده 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 ده. طبعا ده عشان ده. في الديئة اللي هي دخلنا ده على الوقت بدل الضائع. ده خلصانة ده. وده الإكستراطايم طبعا ده عشان كاس وبطولة وجامير النادر قالي كتنفسها في البطولة دي. ده عشان الناس كده هي فاكرة مبارادي. أنا طبعا مبارا دي بالنسبالي حاجة طبعا ناقلتني كمان اللي الناس ناقلها كبير قوي لكن أنا المباراة اللي بالنسبالي. دي كانت اربعة ثلاثين. دي مباراة الأشغال الصومالي كانت المكانة مع محمد حشيش كانت أول دور أول بطولة أخدناها كابتا مصطفى وكانت أول ماتش. أول دور كان مع الأشغال الصومالي ده تعادلنا 0-0 هناك وكسبنا 1-0 هنا هنا لحرصت الهدف حضرتك رفعت الكورنر لحسام البادري. ليه أنا؟ كام ده كان في الديئة برضو 91. دي اللي عديتنا للدور اللي بعده على طول وكملنا واخدنا البطول. يعني مباراة المصر ومباراة الأشغال الصومالي هي دي اللي عرفت الجنوبة اللي تندها علامة يهوب؟ الأشغال الصومالي عرفت علامة يهوب لكن المصري علامة مع الناس كلها طبعا.